مرحبا معكم دكتورة نادين كحيل من الأكاديمية العربية الدولية سحفو معكم اليوم بمقدمة في علم السياسة اسمحولي انو انطلق بداية من مقولة لوينستون أتشرشل بتقول في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم هناك مصالح دائمة من هايدي المقولة مننطلق لنشوف انو علم السياسة هو بيتحدد بالمصالح اللي بترتبط بين الدول علم السياسة ببرز خلال القرن العشرين كعلم قائم بحد ذاته هو من أحدث العلوم الاجتماعية كما انو علم السياسة هو علم اجتماعي ينصب اهتمامه على دراسة النشاطات السياسية للإنسان مثل شو؟ عملية الحكم، التصويت، الضغط السياسي تكوين التنظيمات السياسية كالأحزاب وجماعات المصالح وغيرها عم بحكي عن كل النشاط السياسي للإنسان إن كان هايوي مواطن عم يمارس الانتخاب، التصويت، الاقتراع عم يمارس دوره بالأحزاب السياسية، بالجماعات، اللوبيات، الضغط، بقلب المجتمع التأثير بالرأي العام، كمان عم نحكي عن الإنسان أو نشاط السياسي للإنسان مش بس الفرد كمان بالنسبة للمسؤولين حتى السياسيين بتعبير آخر، علم السياسي هو علم اجتماعي تجريبي يستعى إلى فهم الواقع السياسي للجماعة من خلال استخدام مجموعة من الافتراضات والنظريات والمفاهيم بالتالي هو يتميز عن العلوم الاجتماعية الأخرى بأنه بيهتم بدراسة السلوك السياسي للجماعة وطبيعة التفاعلات السياسية داخل هايدي المجتمع فإذا النقطة كثير مهمة أنا عم بدرس سلوك السياسي لهذا الفرد لهيدي الجماعة وكيف عم تتفاعل مع بعضا هايدي السلوك وهذه التصرفات بيه المجتمع وتولد لربما يعني تصرفات أخرى بترتب علي أمور وطبعات جد مهمة المحور الأول لازم أعرف شو هو علم السياسي مهيته تعريفه مفهوم علم السياسي وكيف تطور علم السياسي هو حقل من حقول المعرفة هو فرع من العلوم اللي يعنى بالنشاط والسلوك السياسي مثل ما قلنا مصطلح العلوم السياسية political science بيدل على شيء على شيء مهم هو دراسة علمية للظاهرة السياسية مثل ما قلنا بيتضمن مصطلحين سياسة political وعلم لهو science political هي مشتقة من كلمة police للبلغ الأغريقية بتاعنا الدولة المدينة في عنا عدة تعريفات لعلم السياسي مثل ما قلنا لعلم الإدارة في تعريفات كثيرة بكل عالم في عنا عدة تعريفات لأنه عنا علماء وباحثين ومفكرين بيختلفوا بيعني طرق مقاربتهم للمواضية لذلك بتتعدد التعريفات ولكن في بعض التعريفات بتصب بمكان واحد بنشوف في إلى يعني غاية واحدة بتوصل لنفس النتيجة بالنسبة لأول تعريف تعريف جامعة كولومبيا بتقول أنه علم السياسة هو علم دراسة الحكومات والمؤسسات والسلوك والممارسة السياسية يعني عم بحكي هون عن كل الأفراد اللي هن موجودين بالسلطة بمعنى أنه علم السياسة يهتم بدراسة عملية الحكم والمؤسسات السياسية سواء كانت من مؤسسات رسمية يعني عم بحكي عن المؤسسة التشريعية والتنفيذية عم بحكي عن المؤسسة التشريعية يعني عم بحكي عن بارلومان والتنفيذية اللي هي الحكومة وعم بحكي كمان عن تنظيمات غير رسمية مثل الأحزاب، مثل جامعات الضغط، مثل الرأي العام بشكل يعني عام كما يعنى بدراسة النشاطات السياسية للأفراد مثل عملية التصويت في الانتخابات وغيرها فإذا جامعة كولومبيا بتلخص الموضوع أنه هي عم تدرس سلوك ونشاط يعني النشاط هو عبارة عن سلوك عن تصرف ما عم يتبعوا هيدا الفرد لحتى يقدر يوصل لهدف ما فهي سلوك المسؤولين بالدولة والأفراد بهذه الدولة بالنسبة لتعريف المعاجم الفرنسية هو علم دراسة حكم المجتمعات الإنسانية يعني علم حكم الدول تعريف دايفيد إيستن الأمريكي بيقول أن العلم السياسة هو العلم اللي بيهتم بدراسة التوزيح السلطة والإلزامي للقيم في المجتمع بمعنى أنه علم السياسة يتركز اهتمامه على دراسة الدور المحوري للسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع وإنفاذ القوانين باستخدام أدوات القوة والإكراه إذا اقتضى الأمر في مواجهة الخارجين على هذه القيم والقوانين هون عم بحكي عن فكرة السلطة والإجبار والإكراه بإذا بدنا نقول تنفيذ الحرفة للقوانين وقمع يمكن المواطنين فإذا هذا التعريف يتضمن هذه المفاهيم كيف تطور علم السياسة؟ العلوم السياسية تقليدياً وتاريخياً كانت تعنى بمجموعة العلوم التي تعالج الجوانب السياسية في العلوم الاجتماعية المختلفة المتمثلة مثلاً علم الاجتماع السياسي الجغرافيا السياسية الاقتصاد السياسي وغيرها يعني إذا بدأتي مثال علم الاجتماع السياسي يعنى بدراسة الجوانب السياسية في علم الاجتماع عم بحكي اجتماع سياسة يعني بتدرس السياسة داخل هذا المجتمع لما أحكي جغرافيا سياسية عم بحكي دراسة الجوانب السياسية في علم الجغرافيا بدلا ميز بس شغلة هون بدأ افتح مزدوجين لأشرح شغلة الجغرافيا السياسية هي دراسة تأثير البيئة على السياسة بينما مصطلح الجيو بولاتيك اللي بنستخدمه هو دراسة تأثير السياسة على البيئة فإذاً في مختلف بالتفسير والمصطلحات بس حبيت نوه عليها وهكذا لم تكن لعلم السياسة الذاتية أو شخصية متميزة لقرون عديدة لأنه كنا مثل عم نقول عم ندرس اجتماع سياسية، جغرافيا سياسية، اقتصاد سياسية اكتسب علم السياسة شخصية متميزة عن غيره من العلوم الاجتماعية مع ظهور قائمة اليونسكو لعام 1948 واللي حدد من خلال علماء السياسة المجتمعون بباريس أربع قطاعات لعلم السياسة شو هي برأيتكم؟ لحنسوفها سوا أول شي بتشمل النظرية السياسية بتشمل نظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي لما عم بحكي عن تاريخ الفكر السياسي يعني عم بحكي عن المفكرين اللي مروا عبر جميع الحضارات بالسياسة فيها أحكي عن أفلاطون، فيها أحكي عن أرستو، فيها أحكي عن سولان، فيها أحكي عن دراكون، فيها أحكي عن كثير من الفكر السياسي لترك وطبع نوع ما أسس النظرية لنقدر أن نطبقها هاي أول نقطة تاني نقطة عن النظم السياسية اللي هي بتشمل الدستور، الإدارة العامة والنظم السياسية المقارنة أنا لما أحكي نظم سياسية أنا يجب أن يكون في عندي دستور عم ينظم هذه الحياة السياسية داخل هذه الدول لما أحكي إدارة عامة أنا في عندي قوانين ترتبط بالإدارة العامة يجب أن تكون موجودة كيف عم نظمة بالنسبة الثلاثة الحياة السياسية عم نحكي عن موضوعات كثير مهمة الأحزاب السياسية، جماعات الضغط السياسي، الرأي العام الأحزاب السياسية هي بتشكل أفكار وأيديولوجيات لما نحكي أفكار يعني أديولوجيات معينة بتتبعها قد تكون أحزاب يسارية، يمينية، أحزاب اشتراكية، رأسمالية أحزاب معارضة، أحزاب مؤيدة للحكومة فكل هذه الأمور تختلف وهذه الأحزاب يكون عندها رؤى ومثل ما قلنا معينة وخطط معينة داخل هذه الدولة تسعى لتنفيذها، والأحزاب السياسية بمعظمة لديها ممثلين داخل هذه الحكومات وداخل هذه الدولة كمان لما أحكي عن جماعات الضغط السياسي اللي هي بتكون تكتولات، جماعات الضغط السياسي قد تكون تجمعات مالية اقتصادية كثير قوي بيأثروا على صناع القرن نحن نعرف رجال الأعمال والمستثمرين اللي عندهم شركات كثير كبيرة بقلب الدول هن بيلعبوا دورة كثير فاعلة بالحياة السياسية وبيدخلوا يعني كمان بقلب اللعبة السياسية وبيترشحوا للانتخابات كمان فهذه نقطة كمان لازم ننتبه لها كمان ما ننسى الرأي العام لما عم نحكي نحن عن الشعب رأي العام، مزاج الرأي العام هل هو مؤيد، معارض يعني عم نحكي كمان عن استفتاء شعبي عم نحكي عن كمان هلأ بالعصر الجديد عن السوشال ميديا اللي عم نلعب دور كتير مهم في التوجيه الرأوي وكمان في إلو يعني سيف زو حدين بوعد الأحيان عم يكون هيدا السوشال ميديا عم تتوجه لتوعية الرأي العام بوعد المحلات عم تشت عن من الموضوع أو تروح بمكان آخر قد يؤدي إلى ضياع المعلومة الصحيحة رابع نقطة واللي هي كتير مهمة هي العلاقات العامة اللي بتشمل العلاقات السياسية الدولية السياسة الدولية التنظيم الدولي القانون الدولي قانون الديبلوماسي التعامل بالمثل بين الدول الحصانات اللي بيشملها القانون الديبلوماسي والقنصلي عم نحكي عن سياسة خارجية للدولة فهذه كتير مهمة وبتصل ضمنها كمان اتفائيات لما بحكي على الزوالية يعني عندي اتفائيات عسكرية يمكن تكون يمكن تكون اتفائيات على صعيد التعليم الثقافة إلى آخرها بالنسبة لمناهج البحث في العلم السياسي عمنا العديد من مناهج البحث منهج البحث هو شكل عملية المعرفة يعقو أسطوب الباحث في الوصول إلى حقاق الأشياء المحيطة به في الطبيعة والمجتمع من خلال مجموعة من الإجراءات الزهنية والواقعية التي يستخدمها لهذا الغرض عندي مناهج البحث في دراسة عالم السياسة من المنهج الفلسفي المثالي لما عم بحكي عن منهج الفلسفي المثالي هو منهج استنباطي بيستهدف الكشف عما يجب أنه يكون عليه الواقع السياسي حتى يكون مثالياً وفاضلاً ومن أبرز من استخدمه هذا المنهج هو أفلاطون أفلاطون حكي عن المدينة الفاضلة بكتابه الجمهورية كمان بدي أحكي أقرب المناهج كمان لا المنهج الاستنباطي أو الفلسفي المثالي هو المنهج القانوني المستخدم بدراسة القانون الدولي حيث أن القانون الدولي هو في النهاية مجموعة مبادئ قانونية مثالية تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية لنصت عليه الفاصل السادس بمثاق الأمم المتحدة مبدأ المساوية في السيادة بين الدول بالنسبة لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية مثل ما قلنا بمثاق الأمم المتحدة لنصت أنه في عنا تسويات هم بدي أفتح مزدوجين لأشرح هذه النقطة في عنا وسائل ديبلوماسية فينا نستخدمها مثل المفاوضات الوساطة المساعي الحميدة لجان التحقيق ولجان التوفيق في عنا الوسائل السياسية في عنا الوسائل القضائية واللجوء إلى القضاء المحاكم العدل الدولية إلى آخره الوسائل السياسية هي لما أحكي عن الجامعية العامة أو مجلس الأمن لما أعرض نزاعي على مجلس الأمن أو الجامعية العامة أو المنظمات الإقليمية كل هيدول لازم جرب استخدمهم قبل يعني الدخول في طرق أخرى تستخدم فيها القوة أو قد يعني طر لحتى نفس الفصل السابع اللي بي نص على استخدام القوة المنهج التاريخي المنهج التاريخي هو منهج بيقوم على تسجيل أحداث ووقائع عالم السياسة دون تفسير أو تأوين بس بيسجل كل الأحداث اللي صارت بالتاريخ بيسجلها فالتاريخ بيقدم للمحلل السياسي سجل من الأحداث لعالم السياسي لحتى يستاعدوا على فهم وتفسير العالم القائم يعني أنا يجب أن أعرف التاريخ بين هذه الدولة دولة X ودولة Y أو دولة A ودولة B شو صار فيه خلافات بينهم بالماضي لحتى قدر فسر ليه هالخلاف بعده لهلأ أو ليه التقارب بين هذه الدولة وهذه الدولة طبيعيا أكيد فيه وفق مصالح ولكن قد يكون فيه عنده مثلا ارتباط إثني أو عرقي أو قومي حروب ما يعني انخاضت في الماضي أثرت على الحاضر لذلك يقال أنه علم السياسة بلا تاريخ هو كنبات بلا جثور والتاريخ بدون علم هو كنبات بلا ثمان فإذا يستخدم هذا المنهج بدراسة تاريخ العلاقات الدولية مثل ما علمنا المنهج الوصفي لما أنا بدي أعمل أي بحث بدي أستخدم دائما أكيد بالجزئية الأولى هي المنهج التاريخي لأنه بدي أرجع لأفهم تاريخ هذه الحادثة المسياسة كتير مهم أنه نحن نعرف التاريخ لنعرف كيف نوصف هذه الحالة نقدم نمشي بمسار تحليل لنستشرف شو معقول تكون سيناريوهات المستقبلية بهذا الوضع فالمنهج الوصفي هو منهج استقرائي يقوم على قراءة الواقع يقوم على ملاحظة الواقع السياسي وتسجيل وتبويب البيانات يسجل كل البيانات الموجودة بهدف تقديم صورة وصفية صرفة لهذا الواقع دون تأويل أو تفسير من جانب الباحث ويستخدم هذا المنهج في دراسة الحالة ودراسة المناطق وقياس الرأي العام شو يعني هون لما أقول دراسة الحالة؟ يعني أنا عم بيخد نموذج ما؟ عم بيخد مثلاً نموذج الحالة الأزمة السودانية عم بيخد دراسة مثلاً حالة صد النهضة مناطق قياس رأي عام في يقول الاستفتاء الشعب مثلاً حاول بأوكرانيا حاول يعني استقلال أو انفصال بعض المناطق كل هذا عم بيوصف الحالة بوضة رابعاً المنهج العلمي التجريبي هذا المنهج هو منهج استقرائي استنباطي بيقوم على ملاحظة الواقع السياسي من خلال التجريب من شأنه يهدف لتفسير وتعميم والتوقع فيه توقع لأنه أنا عم حلل فهو ملاحظة وتجريب من أجل التفسير والتعميم والتوقع خامساً المنهج المؤسسي شو هو المنهج المؤسسي؟ هو دراسة النظم السياسية بيركز على المؤسسات السياسية المكونة لهذه الأنظمة إن كانت سواء تشريعية أو تنفيذية أو حتى عم بحكي عند ستير اللي بتستند إليها وما تحتويه من قواعد قانونية منظمة المنهج السلوكي كمان كتير مهم لأنه أنا إذا عندي قوانين وما في حدا عم يتصرف يعني سلوك القيادة وسلوك الفرد أنا بكون ما عم بقدر افهم شو عم بيصير يعني زي ما منقول السياسة هو أهم من القانون ليه؟ القانون موجود ولكن إذا ما في سياسة عم ينفذه أو يطبق هايدي القوانين الموضوعة أو يلتف عليها أو يعني يأم ما يطبقها بحزافيرة أو يقدر يعدل عليها أو يقدر للصالح العام فإذا البشر اللي عم ينفذوها هن أهم من هي بحد زيتها وجودها هي مهمة ولكن الأهم من ينفذ هذه السياسات وهذه القوانين وطبقها لذلك السياسة والسلوك السياسة جد 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 مهم فإذا المنهج السلوكي بيقوم على الإفادة من النتائج العلوم السلوكية في مجال الأبحاث السياسية بيعتبر أنه علم السياسي هو علم ديناميكي بيركز على التفاعل بين الظواهر السياسية وبيئاتها المحيطة حيث أنها ظواهر غير جامدة كما أنه بيركز على هذا المنهج على توجهات ودوافع واستجابات الأفراد والجماعات وتأثير كل ذلك على سلوكهم السياسي ومن أبرز المفكرين هذا المنهج هو ديفيد إيستون الأمان كمان بدنا نحكي عن سابعا المنهج المقارن المنهج المقارن بيقوم على مقارنة بين واقعين أو أكثر بهدف استخلاص نتائج وقواعد علمية عامة ما بترتبط بمكان ولا زمان معينان كل ما زاد عدد الحالات الخاضعة للمقارنة كل ما كانت النتائج أكثر دقة وأهمية تعتبر المقارنة ركنا أصيلا في المنهج العلمي التجريبي لما أنا بدي جرب أكيد بدي يكون في عندي نموزة جائعة بشتغل عليهم وقارنهم لقدر شوف مين الأفضل لقدر طبقه أو نفسه فإذا المقارنة جد مهمة لما أنا بدي قارن بين جايشان بدي قارن بين نظامين لأشوف أي نظام أفضل أني أنا طبقه فالمنهج المقارن جد مهم بدراسة العلوم السياسية طيب حكينا عن المناهج هلأ بدنا نحكي عن نقطة مهمة أيضا وهي شو هي علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى هل هناك علاقة بتربطهم وهذه العلاقة قد تؤثر في يعني مسار وسلوك الأفراد داخل المجتمع وشو بتأثر على الدولة ككل طيب أول شي علم السياسة بيرتبط بالعديد من العلوم الأخرى مثل الاقتصاد علم الاجتماع القانون التاريخ وعلم النفس لنجي لأولا شو العلاقة اللي بتربط علم السياسة بعلم الاقتصاد هناك علاقة وثيقة وطيدة بين علمي السياسة والاقتصاد هي نجي عن شو؟ عن التدخل الواضح بين الأوضاع السياسية والاقتصادية حيث في عنا كي تأثير متبادل بينهم بين السياسة والاقتصاد في دور كتير منهم في علاقة ارتباط بين كيفية توزيع الدخل والاستقرار السياسي داخل المجتمع دائما منشوف إذا احنا عنا أي أزمة أو أي حرب داخل البلد بنشوف صار في عنا أزمة اقتصادية صار عنا مجاعة صار عنا تدهور بالاستثمارات لأنه الاستثمارات خارج إذا بنقول استثمارات الأجنبية داخل منطقة تمام مثل لبنان نحنا بنعرف أنه لبنان كانت كل الاستثمارات بتصب من الخارج وأغلبية من دول الخليج داخل الوضع اللبناني ولكن لما كان نشط عنا السياحة والوضع الأمن مستتب إلى آخره لما صار في عنا خلال أمن ما ولما صار في عنا تدهور مشكل سياسي واقتصادي بنفس الوقت يعني في عنا سيفزوا حدين فارتباط هن جد وثيق بين بعضهم السياسي والاقتصاد من أن نشوف مثلا الثورات الكبرى الثورة الفرنسية الثورة الروسية جاءت على أثر أوضاع اقتصادية غير صحيحة كمان لما ينتشر الفقر والجوع وعدم العدالة والأنصاف وعدم العدالة حتى بتوزيع الموارد الطبيعية والدخل وكل هذه المواضيع بتأدي لثورة وهون بيصير في عندي خلل بين السياسي والاقتصاد السياسي الناشح هو اللي بيقدر يعمل بالانس توازن بين الموارد الموجودة عندي وعالم الاقتصاد وبيقدر يقدم للمجتمع يعني كل اللوازم والاحتياجات من كانت مالية كانت صحية تعليمية بيقية الى آخرين ايضا فينا نقول انه المحرك الاساسي للاستعمار كان الذي هو ظاهرة السياسية كان استعي القوى الاستعمارية الاوروبية الى الحصول على مصادر رخيصة للمواد الخامة يعني فتح اصواق جديدة لتصف منتجها الفائدة عوامل اقتصادية الدول الاجنبية لما كانت عم تفوت اكيد عندها مصالح اذا بيحكم الدول هي المصالح سواء هذا المصالح كانت مصالح اقتصادية عسكرية سياسية ايديولوجية اي نوع من المصالح ولكن اغلب المصالح هي تركز على الاقتصاد ايضا نجد انه هناك علم هاجين يهتم بدراسة التأثيرات المتبادلة بين الاوضاع السياسية والاوضاع الاقتصادية هو علم الاقتصاد السياسي بدي احكي ثانيا عن علاقة علم السياسة بعلم الاجتماع شو بيرتبط علم السياسة بعلم الاجتماع كمان الرابط اكتير قوي لانه عم بيحكي علم اجتماع انا عم بيحكي عن علم البشر دراسة البشر بيرجع الارتباط القوي بين الأوضاع الاجتماعية والأوضاع السياسية للمجتمع لمثال حعطي هو البناء الاجتماعي السليم للمجتمع لما أنا أحكي عن طبقة غنية قليلة العدد طبقة وسطة ضخمة وطبقة فقيرة قليلة العدد هذا الشيء ينعكس إجابة على الاستقرار السياسي للمجتمع والعكس صحيح إذا كان أنا عندي طبقة غنية كتير كبيرة وطبقة فقيرة كتير كتير كبيرة كمان أو طبقة غنية وما في عندي طبقة وسطة طبقة وسطة من عدمه هذا التفاوت الطبقي الحاد لحيؤدي لتضخم الطبقة الفقيرة وتآكل الطبقة الوسطى ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي لأنه بيصير في عندي طبقة كتير غنية وطبقة معدمة شبه معدمة تحت فحيبطل يكون في عندي استقرار وحيصير في عندي ثورات وحيصير في عندي خلال أمن بداخل الدولة لا الوصول لا الحقوق كذلك علم الاجتماع وعلم السياسي بيرتبطه بمثال أكثر وضوحاً وهو التنشئ السياسي للأفراد وهو محل اهتمام مشترك لعلمي السياسة والاجتماع لأنه التنشئ السياسية هي عملية اللي من خلاله بيكتسب الفرد معارفه وتوجهاته وآراءه وأفكاره السياسية وهي عملية تراكمية بتتم خلال سنوات عديدة من عمر الفرد يعني مش لحظة لما أنا عم نمي سياسياً أنا عم كون بكل مرحلة عم وعي على أمور ما أهم شيء التوعية السياسية مش فرض الأراء السياسية طيب فإذا مثل ما قالنا أنه هي عملية تراكمية من خلال سنوات عديدة من عمر الفرد ومن خلال مجموعة من المؤسسات الاجتماعية مثل الأسرة المدرسة دار العبادة جماعة الرفاق والجامعة سوري يعني عم نحكي عن فكرة المجموعات اللي بتلتقي بين بعضها وكيف كمان بتقدر تتكون رأي عام يعني قد يكون معارض وقد يكون معين كمان ارتباطاً بما تقدم ظهر علم الاجتماع السياسي كتعبير عن الارتباط بين المية السياسة والاجتماع هو يهتم بدراسة التأثير المتبادل بين الأوضاع السياسية والظروف الاجتماعية الأفراد والجامعات والفئات المجتمعية المختلفة لما بدي أحكي عن الانتربولوجيا الانتربولوجيا هي علم الإنسان علم تطور الجنس البشري شو علاقة علم السياسة بالانتربولوجيا الانتربولوجيا مثل ما قلنا هي علم الإنسان اللي بيهتم بدراسة الأجليس البشرية وتطورها لذلك فهو يرتبط بعلم السياسة نظرا لأنه الاختلاف بين الأجليس على مر الأزمن كان محركا للصراع السياسي كل فترة من الزمن كان في عندي جنس بشري مختلف ليه عم نحكي مختلف؟ عم نحكي مختلف من حيث الوعي من حيث التطور من حيث كمان يعني أنا ما فيه أحكي عن شخص موجود كان بحضارة ما أو قبل هذه الحضارات شخص البداية وعم بحكي عن شخص هلأ اللي قاعد ورا مكتب المدينة أوكي؟ ففيه تطورات قبر الأزمنة خلقت صراع السياسي كمان بدي أحكي عن دراسة الأقليات والجماعات العرقية والصراعات العرقية داخل المجتمع مثلا فيه أحكي عن مشكلة الأكراد في تركيا كمان فيه أحكي عن عن موضوع التفريقة العنصرية هايدي كمان نقطة مهمة مثل حال جنوب إفريقيا حيث بيصير في عنا استعلاق الأقلية الأوروبية البيضاء على الأغلبية السوداء أو السمراء كما عندي موضوع طالما وجد مهم هو وإنصب على اهتمام علماء السياسة بالأبحاث الانتر فولوش طيب من انطلاءا من المنهج التاريخي اللي حكينا عنه بداية في عنا علاقة رابعة بتربط علم السياسة بالتاريخ التاريخ بيقدم لعلم السياسة أو لعالم السياسة سجل كتير غنى وكبير وواثر بالمعلومات والبيانات الخاصة بالواقع السياسة اللي كان قائم أكيد عم بحكيه ويمكن الإفادة منه في سياغة قواعد عامة تستخدم في فهم وتحليل وتفسير ذلك الواقع فإذا علم السياسة وارتباطه بالتاريخ أنه التاريخ بقدم لي صورة واضحة عن كل الأحداث السبابة العوامل لقدت لقلة شو هن الاتفاقيات اللي توقعوا كل المواضيع المهمة في سياغة القواعد الأمانية كمان ارتباط علم السياسة بالتاريخ هو ارتباط قوي جدا لأنه ما في واحد يستغني عن التاني ما في يفهم كون عم بحكي علم السياسة أنا عن امبراطورية ما أو مقارنة بين كذا وكذا بين نموذجين لنقول أو بين دولتين في موضوع ما وما كون عندي تاريخ هذه الدول يعني وتاريخ العلاقات بين هذه الدول فلا خير التعبير أن علم السياسة بلا تاريخ هو كنابات بلا جذور والتاريخ بدون علم السياسة هو كنابات بلا ثم فأزا من هون فينا نقول أنه في عنا فروع من فروع المعرفة بتعرف التاريخ الديبلوماسي تهتم بدراسة تاريخ العلاقات السياسية ودولية وهو بذلك ومسط القاسم مشتركا بين علم السياسة والتاريخ هون عم نعطي مثل عن علم أو حتى لما أحكي عن تاريخ الفكر بالنسبة للآنون أكيد يعني في عنا علاقة كثير مهمة بين علم السياسة والقانون في عنا روابط عديدة بين علم السياسة والقانون منا وجود فرع رئيسي من فرع فروع علم السياسة يعتمد على دراسته على الملهج القانوني والنظم القانوني هو بنفس الفرع اللي بيدرسوا القانونيين تحت مسمى القانون الدستوري كمان ثانيا القانون الدولي يعتبر فرع مشترك بين المعارف السياسية والقانونية اللي بينصب على دراسة العلاقات السياسية الدولية بمنهج قانوني مرتبط بمجموعة من المبادئ الميثارية اللي بتستهدف تحقيق واقع دولي مثالي مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ونزبز استخدام القوة في العلاقات الدولية وغيرها ثلاث نقطة هي موضوع نظرية الدولة هو أيضا من الموضوعات المشتركة اللي بتهتم أو بيهتم فيها علماء السياسة وفقهاء القانون باعتبار أن الدولة هي مجتمع سياسي بيسود القانون أو كما نقول دائما فالدولة والقوم نون توأما ما فينا اعتبر دولة بلا قانون يعني مستحيل يكون في دولة ما عندها قانون فالقانون هو اللي بأساس اللي بيحدد كمان الممارسات الحقوق والواجبات في هذه الدولة شو واجبات الدولة تقوم وحقوق المواطنين ياخدوها من هذه الدولة وواجباتهم أنه ينفزوا أو يلتزموا بالقواعد المرسومة بداخل الدستور رابعا أو رابع نقطة هناك موضوع كثير مهم كمان بيركز عليه كل من علم السياسة والقانون وهو موضوع شرعية السلطة والتي تعنى معنا مدى دستورية السلطة أي مدى التزامها بالقانون فهي شرعية طالما التزمت بالقانون والعكس صحيح هون بيتفضح لألنا من خلال ما تقدم التداخل الكبير بين علم السياسة والقانون طيب شو عالق علم القانون بعلم أو علم السياسة بعلم النفس لما أنا أحكي علم السياسة هي دراسة سلوك الأفراد سلوك الحكام سلوك المواطنين يعني عم بحكي عن علم نفس فإذا علم النفس يعتبر من العلوم اللي بتداخل معرفيا مع علم السياسة هناك فرع مشترك بين العلمين يعرف بعلم نفس السياسة هو بيهتم بدراسة تأثير العوامل النفسية على السلوك السياسي للأفراد مثلا بيقول أنه العصبيين نفسيا ما بيتصيقوا يعني الجور السياسي ودائما ما يتصف سلوكم السياسي بالتهور ما بيقدروا يشوفوا الظلم فهيدي كمان فكرة علم النفس والسلوك والبعض تحاول تفسير السلوك السياسي لبعض القادة التاريخيين استنادا لظروفهم النفسية يعني بدي أقول مثلا السلوك التوسع العدواني لكلمة نابليون وهتلر وموسوليني يرجع العقد نفسي لديهم أساسا أنهم كانوا قصار في قصار القامة هيدا مش تنمر هيدا بيدل على ضعف بالشخصية يعني الشخص اللي منه متصالح مع ذاته كيف كان شكله شو ما كان شكله شو ما كان لونه شو كان اتباقه السياسة أو الزينة أو العرق من أي أصول ينحدر شو كان بيشتغل بايه أو أمه كل هيدا الأمور كيف كانت تربيته داخل المنزل شو التعليم اللي أخدها المدارس والجامعات اللي فات عليها كل هيدول هن بيدخلوا بعلم النفس وتحليل علم نفس حتى القيادات فيجي أنا هلأ أعمل أعمل تحليل سياسي لخطاب بايدن وترامب أكيد رؤساء أمريكا رئيس أمريكا السابق ترامب ورئيس الحالي شون بايدن وشوف كيف السلوك تبعهم عم يتبع أكيد في شي داخل بعلم النفس لازم نعرفه وبالتالي حسب الرأي هيدا فقط انعكس معظم العقد النفسية اللي هي نابعة من خلال يعني ما صار تطور هيدا الفرد بمراحل حياته والعقد اللي واجهته والمشاكل اللي واجهته بحياته تخطاها ولا لم يتخطاها هي بتنعكس على سلوكه السياسي بيصبحوا القادة لدولهم قد يؤدوا إلى غزو منطقة معينة قد يكونون عقلانيين قد يكونون يعني بيتمطعوا بنوع ما من الزراية الكافية لتنفيذ سياسي ناشها وتخطي مشاكل نفسية نجي نجي للمحور الرابع الفكر السياسي وأنواعه الفكر السياسي هو كل ما يصدر عن العقل الإنساني من أفكار وآراء ونظريات ووجهات نظر تتعلق بعلم السياسي وزواره وقضايا بينقسم الفكر السياسي لنوعين فكر سياسي عشوائي عم بحكي أنا ما بيلتزم صاحبه بيصدده بأي منهج من مناهج المعرفة السياسي إن كان فلسفة ولا اختيارة أو علمة أو فكر سياسي منهجي يعني أي منظم يعني بيعتمد على المناهج يلتزم صاحبه بيصدد منهج من مناهج المعرفة سواء كان منهج علمة أو فلسفة أو اختيارة أم قانوني الخلاصة من كل اللي تقدم هو إنه السياسي هي الصراع على النفوس لتحقيق مصالح معينة تدخل في علاقات متعددة ووثيقة مع العلوم الأخرى كالاقتصاد والقانون وعلم النفس والانتربولوجيا وعلم الاجتماع كما إنه السياسي تتمحور حول الحرية المساواة التوفيق بينهم وتعزيز العلاقات الدولية فأنا فيه شبه السياسة للعامود الفقري لحكومات الدول لأنه السياسة هي الحجر الأساسي مثل ما قلنا العامود الفقري اللي هو بيحرك هذه الدولة يعني إذا أنا ما كان في عندي خطط سياسية واضحة في قلب الحكومات ما حيكون في عندي أبدا تنفيذ واضح سواء كان على المستوى العلاقات الخارجية مع الدول يعني عم بحكي عن وزارة الخارجية والسياسة التي توضعها اللي هي بتعبر عن سياسة الدولة المتبعة فإذا السياسة الخارجية وزارة الخارجية بتعبر عن كمان عم بحكي عن طريق أكيد الدبلوسيين والصفراء الموجودين بالدول المضيفة أو هي كمان بتحدد هالعلاقات حتتعزز ولا ما حتتعزز وفق بعض الأمور هل حيصير في عندي قطع العلاقات الديبلوماسية تشكيل الديبلوماسي كمان عم نفكر بكل هذه الأمور ضمن السياسة ختاما بدي أختم بمقولة لمارغاريت تاتشر بتقول فيها في السياسة عندما تحتاج إلى الكلام اسأل الرجال وعندما تحتاج إلى الأفعال فعليك بالنساء هذا ليس انتقاص من الرجال ولكن نحن بنعرف أنه المرأة لما تفوت على السياسة معظم النساء يعني زينا نحكي القواية والنجحين بالسياسة هن عن جد اللي يشتغلوا بالأرض فعليا ونحن بنشوف المرأة لما عم تفوت بالمشاركة السياسية الدعم يكون عندها دور بارز كتير لأنه المرأة بتمتلك من القدرات والمواهب وال يعني الحمكة بإدارة يعني حتى بإدارة شؤون بيتها بتقدر تلحق على كل شي فهي بتقدر كمان عندها مثل زينا نقول بتلحق على كل شي عندها تنظيم عقلي ربنا خلق لي بطريقة معينة بتقدر تنظم نحن نعرف لنقوم بأفعال ما وكنا عم نحكي عن المبادئ الإدارة العامة عم نحكي عن سلوكيات ما بحاجة لتخطيط وتنظيم والمرأة أكتر شخص يستطيع تنظيم هذه الأمور فهي بالفعل تستطيع يعني قيادة سياسية ناشحة إذا كانت عندها دراية أكيد نحن عم نحكي عن نساء قادرات ولكن معظم الرجال بمجتمعاتنا السياسية عم نحكي للأسف بس بيحكوا الفعل تحديدا بيكون في عندهم مشكلة بكيفية تطبيق هذه الأفعال فالسلوكيات تختلف من رجل لأمرأة بدي أختم لأقول أنه أرجع كرر فكرة السياسة ما إلى دين معين السياسة ليس لها وجه معين السياسة تتحكم فيها المصالح قد يكون صديق أو حليف ما اليوم وغدا سوف يقلب إلى عدو إذا أنا في عندي مشاريع ما بتتقاطع بنقطة ما مع هذا الشخص أنا بتحالف معه بيختلف معه بنقطة ما بيصير هو خصمي وبعمل حلف مع شخص كان عدو فالسياسة تحكمها المصالح هذا بالمختصر بدي أشكركم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله في محاضرات أخذنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر